الودادية لمكافحة طلافات الاجتماعية وإرهاب الأطفال أهلا بك سيد أهلا بك سيد أهلا بك إذن حديثنا اليوم سيد عزيز ديال عن قضية الطفل نهال وما شهدنا من قضايا سابقة يعني اختطاف ثم قتل يعني أنتم كجمعية ما هي نشاطاتكم وماذا تقدمون لهذه الطفلة أكلا بك يا أختي نقول لكم مع الزلف اللون باسم الودادية الجزائرية لمكافحة الأفات الاجتماعية برأسة عطو رشيد نقول له لعائلة نهال الله يرحمه إن شاء الله ونندد على الجريمة اللي صرت في هذه الدشرة نحن كودادية جزائرية لمكافحة الأفات الاجتماعية درنا نقص خطر وين درنا نشاط في قسنطينة 2015 ونخرجنا بالبيان وقلنا في الأواني الأخيرة هذه خرجوا الآفات تفشت الآفات الاجتماعية يعني خاصة يعني قتلت الأطفال إذن كتبوا والآفات الاجتماعية اللي تفشوا هذو داروا نحن ما نهضروش على الإختطاف للأطفال دوكا نهضروا على الإغهاب للأطفال دوكا أقولوا إغهبوا في الأطفال وين وصبت دوكا ما تقدرش قول العائلات مع الدخول مدرسي دوكا إن شاء الله يعني يرافقون الأطفال للمكان دير دوكا هذا ما نهضروش عليه إختطاف ما نهضرو إغهاب الأطفال دي باسات اللي باساتش هذا وإحنا وين نقوله السلطات المعنية يلزم القانون تعل الإعدام يلزم يتبقوها أنا بالحديث عن قانون الإعدام يعني رغم المصدقة على قانون الطفل في السنة الماضية إلا أنه لم يطبق على أرض الواقع وهذا يعني هذه نتيجة يعني ما زالنا نشاهد ونشهد ونعيش مثل هذه القضايا قاعدة اختطافت وما قتل أنا في اللقاءات الصحفية أهضرت قلت ما يلزمش الآفة تدروها في الإدارة يلزم تمشيوا القاعدة القاعدة اللي تقولكم واش كاين الآفة كنت دروها في الإدارة ما يلزم القانون ما يمشيش مكتوح القاعدة تلقى الآفة هذه ونمشيوا عندها ونعالجوها باش توصل هذه القضية تعلق لفرطة عنها نحن نشوف الطفل وين يدع يدع في الدشرة يدع في المدرسة أو يدع في الانتوراج كيفاش ما يقدرش ما يقدرش يروح على قضابك دونك نحن تبليغ المجتمع المدني المجتمع المدني مع السلطات ومؤسسات الدولة يجب أن يكون تمسيق ثقافة التبليغ يجب أن تكون خطر دوك هل دعوتم أنتم كجماعية هل دعوتم إلى حوارات مع المؤسسات المدنية للدولة بسرعة لقاءات جاعة لدرناهم المشروع المكافحة الآفات الاجتماعية هضرنا حول الضوء المجتمع المدني في مكافحة الآفات الاجتماعية وهذا الضوء المجتمع المدني في مكافحة الآفات الاجتماعية وين هضرنا على المؤسسات الدولة في مكافحة الآفات الاجتماعية بالتنسيق مع المجتمع المدني تنسيق مع المجتمع المدني هنا وين أعطينا تعبئات الاجتماعية الشاملة ومستعجلة جميع الأطياء في المجتمع لمشاركة المؤسسة التربوية دور المسجد دور العائلة دور المسجد تذهب إلى المسجد لا تصلي بك نحن نقافلة مثال نقافلة عبر المسجد حول الآفات الاجتماعية لا تذهب إلى تصلي ولا تدير درس بك نحن نقافلة تدير المسجد تدير المسجد وين تذهب إلى الشباب ومسجد كل مؤسسات كيف ترون ربما دور المؤسسة التربوية قبل أن نتحدث عن دور الأسرة في هذا المجتمع هناك غياب الحوار الأسري لم تكن ثقافة لما تنبغي أبن التارك لما يسمون المدرسة أو حتى أنه ما يقرأ لم تكن ثقافة الحوار نوع أي وهم قولوا له بالاك بالاك تروح مع هذا ما تقعدش برّه شكرا على هذا الموضوع حملة وطنية حول استراتيجية مكافحة الأفعاد الاجتماعية ونعندها أهدف الهدف الأول هو تغسيق ثقافة الحوار نحن نهضر مع الدلالي كما العنف فهذا يختطف للأطفال قادر الطفل يرى فيلم ولا يرى حاجة يديره يهرب كان أسناف صديق قادر نصنفه كان يختطف للأطفال وكان الطفل يهرب ونحسبهش كما للإختطاف الأطفال خصوصا في سن المرهق صح القصرة stolen XXXd لم تخرج البداء المجتمع قادر بالأسر تلعب نجمعها والمجتمع المدني غير فهناس تغيب من المجتمع المدني السابق Jackson لا يجب أن يقولون كل بحي يخطيني رأسي نحن سيفو لحواجه كل واحد اختيار راسي أنا خطأ غضوة مع الإغهاب تصور حواج الاخرين هذا يفكروني رفعت عن إهال يفكروني تاع الفين وثلاثة تاع الحرقة الحرقة خرجوها الفين وثلاثة يروحوا لين يروحوا هم يدهم باش يتجهو تاع الأعضاء تاعهم دوك هذه الظاهرة كيف ما رفعت تاع الحرقة تصدت تاع الفين وثلاثة دوك الأسرة يتبني الأسرة اليوم ربما تعطي التربية وثقافة للطفل لما يتوجه للشارع أو يروح للمدرسة يصيب ثقافة أخرى يصيب ربما ناس يتحيح تكبهم يعني ويطبق ربما ويش يديروا سيبوصالي قلت لك يفوق ما يلزمش نأفن ديروها في الإدارة يعني لا تبقى أكاديمية أكاديمية ولا تولي محاضرات حنا حسب المخطط الاستعجاري اللي عندنا حنا عندنا خلايا ولكن باش تبلاني فيه تلقى تلقى واحد عنده عنده إحصائيات ريال كل ولاية عندها الاسبسيفيتي تاحا كل واحد كيفش عنده الخصوصيات تاحا تروح الغرب كان تهرب تروح للشق كان رفع تعلق اختطف تروح سنجال تعل السنطر تتقال تعل السويسي تعل كل واحد الآفتح ولكن بهذا كين حاصروا قاع الآفات هذو بالإحصاء نجيبهم حسب المخطط اللي درنا حنا يا كين الخلايا عندنا تسعتاش خالية ولدو كواحد وعشرين خالية خطأ كين آفات يخرجوا جدد يخرجوا ما شفناهمش الإحصاء أبرا تولي الآفات اللي تروح حتى البنك المعلومات البنك المعلومات كين لجنة علمية صدر الحاجة اللي تتعالج في إطار نشاطات طقبوية ولا نشاطات في إطار على السنسيبليزاسيون والحاجة تعامني يوصل للجهة تعامني يعني حتى يعني شفنا يعني في قضايا أخرى أنه من بين أسباب الإختطافات والقتل ربما كما يقال لغاقل مانت كونت ما بين العائلات يعني كما شاهدنا أن حسب الهام اللي يظهر أسفل الشاشة في مدينة صعيدة توفية طفلة ذات ست سنوات من أجل خلاف يعني خلاف عائلي أجل خلاف عائلي تسيبوصة هادر دريد تسيبوصة تسيبوصة ولت هذه الظاهرة إذا ما عطينا هاش القيمة والمجتمع المدني يلزم يفصو موبيل يلزم يجنب ونحضرنا في كلنا جنود الجزائي يجنبو باش الأفة هذه نقضيوا عليها سينو سينو نبقاو سينو ماماريتم سينو ماماريتم هذي تصراف سعيدة هذي تصراف في جيجر سينو كما يمكن تصراف يعني كل هذا يرجع إلى ثقافة يعني إلى التربية والثقافة يعني حتى هذا المجرم ربما كبر في عائلة ربما حتى يعانى من عدائية في وسط العائلة تعورة ويجسد فيه على أرض الواقع هذه الثقافة الثقافة تعلق هذه واحدة عندنا ثقافة تبلغ ما عندنا حنا وين رانا ساكنين 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 في أحياء وين تروح ساكن يلزم تجد غريب يلزم تشوف وين تجد تجد حاجة مليحة يلزم تحذك سينو عكس في الحوايج هذا لذلك هنا المواطن يجب يلعب يلعب كمواطن صالح يبلغ سلطات المعنية لا تعمل سلطات المعنية كين جهات حتى أبسط الأشياء يبلغ أهله مثلا لما نشوف اليوم الجار ليس كجار الماضي لما يشوف ابن جار ربما في طريق منحرف لا أبسط الأشياء يقول أبتعو للأم الثقافة 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 التي تعتبر لها التي تعتبر الثقافة التي تعتبر الثقافة وصلنا لن يصلنا إلى المجتمع المدني ون يكونوه يجب أن يعرف كيف يكون يدير الوقاية على المكافحة الأفاة الاجتماعية يجب أن يدير الوقاية هذه إذا نستطيع أن نستطيع الاجتماعية في هذا لأن المجتمع المدني لا يستطيع أن ينسق مع السلطات الأمنية وفيما يخص أيضا روم كما قلت غياب الحوار أيضا لما نشوف مثل أمس عائلة هارون وإبراهيم الذين خطفوا أبناؤهم سنة المضية من قسنطينا راحوا لمواساة العائلة حتى شفنا أن زيارات تعزية راحت من الجزائر راحت من مختلف ولايات الوطن كان تضامون ولكن لنقضي على الأفاة هذه يجب ندير مخطط مخطط لنجسل سيرلوتان مخطط هذا هو البيان الذي أعطينا ونعرضناها للسلطات المعنية ونعطيناها للسلطات المعنية والمكتب الوطني التي تعلوها دائما جزائر المكافحة هنا لنجسل المخطط هذا بالتقارير عندنا التقارير عندنا كل في إطار النشاطات عندنا كيف نعاج هذه القاضية نعم نتحدث ربما على دور كما تطرقنا في السابق على دور المسجد والمدرسة يعني ما هي الحلول ربما توعية هذه الأطفال يعني دور المسجد ربما العائلة ربما نقول العائلة الأم تخدم أيضا يعمل يعني دور يأتي دور المدرسة ودور المسجد لما نروح للمدرسة يعني ما على الأستاذ أن يقدمه لتلميذ يعني على غيرات تقديم الدروس نحن نحن كنا سيب على أبيت ودور عندنا عشر دقائق الأستاذ عشر دقائق الأستاذ يدير لمحة ولا يعطيك يعطيك نصائح على الآثة بل لا تدير هذا لا تدير هذا الأستاذ يعطيك نصائح يجزم عشر دقائق على الآثة الاجتماعية هذه نعم إذن كما نشاهد يعني في الشاشة يعني هناك تأهب هنا بولاية يعني الصور تأتينا مباشرة من ولاية وهران تأهب المجتمع المدني من جيران يعني العائلة لاستقبال جثمان الفقيدة نهال في تضاء تسليمها من طرف الجهات المعنية ببوشاوي بالجزائر العاصمة إذن الصور تأتينا مباشرة من أمام منزل الضحية أو الفقيدة نهال سيم حند أين سيوارج ثمنها أثرة ربما أمسية اليوم أو صبحت الغد إن شاء الله إذن أعود إليك سيد عزيز ديال يعني كنت تحدث على دور المساجد والمدرسة نعم دور المساجد والمدرسة المدرسة قولنا ينزم عشرة دقائق هذا يتغيزير ولا تدير حصص ستدير حصص سبيسيال محل المكافحة في تعتع مكافحة نعطوها موديول مادة يديروا جريدة مدرسية ترسيخ هذه الثقافة يعني لدى الطفل نحن في المخاطرات كين جريدة مكافحة الأفات اجتماعية مكافحة كين جريدة كين جريدة اجتماعية في الجزائر يجب ان نكافحوها اليوم نديروا على المخدرات اليوم نديروا على اختطاف للأطفال اليوم نديروا على العنف المدرسة نديروا دوسي جريدة والدلام هذا يديروا الحقيقة بتاعهم ومساعدة تاع الأساتذة اقتراح اللي اعطيناهم في المساجد المساجد قولي الإيمان يهضر على الدروس أخرى يقول يقول الإيمان على آفات في الشتنو سنقضي كين العنف يهضر الدرس اليوم على العنف ما يمشيش بالدروس على الواقع باش يوعي الناس يوعي الناس يعني هذا ما شمع الواقع ما يحدي في المخير في المخير القاعدة واش قلت القاعدة نروح القاعدة ونشوف واش قلت والآفة ما يجب ما نديرها في الإدارة إذا درناها في الإدارة ما تمشيش هذا سيبار إكسبريونس تدير واش عندنا كم إكسبريونس ونفو تعالويدادية لزائل مكافحات الأفات اجتماعية كنا كنا تحدثنا على الإعدام الآن نمر إلى تقرير نيون ينتظر أرأي العام الجزائري تنفيذ حكم الإعدام في حق مختطفي وقاتل الأطفال مطلب يتجدد مع كل حادث أليم تشهد عائلة جزائرية اختطف ابنها إلا أن حكم الإعدام الصادر في حق مرتكبية جريمة يبقى مجمد ما دفع بظاهرة إلى أخذ منح تصاعده شام شريف مسلسل مآسي اختطاف الأطفال والتنكيل بجثتهم يتواصل نهال آخر فصول هذه التراجدية قصة حزينة أحيط مطلبا قديمة جديدة ألا وهو رفع تجميد حكم الإعدام بحق قتلة الأبرياء أين انخرط والتي منهم للضغط على سلطات من أجل إجبار الحكومة على إقرار حكم الإعدام الغرفة الشريعية كانت لعبة دورها هو تطبيق عقوبة الإعدام وليس فقط الحكم بعقوبة الإعدام لكن الآن الجزائر مضات على الاتفاقية الدولية وبعد هذا السيناريوات نظن على الجزائر أنها تعيد النظر في هذه الاتفاقية في حذاتها نحن إن شاء الله مع بداية الدورة الخريفية سنلتقي مع النواب وسندرسها إمكانية رفع الاتفاقية الدولية مطلب تمفيذ حكم الإعدام في حق مختطيفية الأطفال يتجدد مع كل حادثة اختطافه فهل ستستجيب الحكومة لهذا المطلب هذا التجميد لا يستدعي أي استفتاء من أي جهة معينة ولا حتى استفتاء الشعب فقط يستدعي التدخل لرفع هذا التجميد كل فئة المجتمع لنطالب السيد الرئيس الجمهورية بأن يرفع هذا التجميد ولو لذرف المؤقت حتى ولو بالتنفيذ على حالة واحدة كي تكون عبرة لمن يعتبر وحتى تكون أيضا رادع وتهدئة للنفوس كما قالته الشريعة الإسلامية ظاهرة اختطاف الأطفال أخذت منحا خطيرا وهو ما يتطلب إجراءات الردعية تعيد الهدوء في أوساط الرأي العام الجزائرية أنا نمر مباشرة إلى البث المبشر من ولاية وهران مع مراسلة تلفزيون النهار سارة فرندي أهلا بك سارة وهلكي أنت وفينا بأجواء الترقب جثمان الطفل نهان انتبهات وانتبهات